بداية دعنا نقول بأن التوقعات لهذا الخطاب كانت أكثر بكثير أو أعلى بكثير مما سمعناه اليوم من أمين عام حزب الله حسن نصر الله الخطاب نستطيع أن نقول أنه خطاب توصيف لما حصل في عملية التوفان الأقصى الأسباب التي أدت إلى هذه العملية دعم حماس جزء من هذا الخطاب أيضا هو تطميني للشعب اللبناني واللبنانيين الذين كان البعض منهم يتوقع أن يعلن أمين عام حزب الله عن الحرب جزء من هذا الخطاب كان يتعلق بالدعم دعم لحركات المقاومة دعم لحماس ودعم لأهالي غزة الذين يعانون من كل هذه الاعتداءات والإبادة والمجازر الإسرائيلية أيضا كان هناك نوع من المطالبات للمجتمع الدولي بضرورة وقف الاعتداءات وهذه المجازر وقف العدوان سريعا جزء من الخطاب أيضا تطرق إلى موضوع الجبهة الشمالية وعندما قال بأن حزب الله هو داخل في المعركة من الثامن من أكتوبر في الثامن من أكتوبر عندما دخل حزب الله في المعركة بدأ في القطاع الشرقي عندما استهدف عدد من المواقع الإسرائيلية وبعدها سمعنا أيضا خطابات المسؤولين مسؤولي حزب الله يقولون بأن الحزب هو في صلب هذه المعركة أي أن كل ما سمعناه في الصادق أتى ليعيده أمين عام حزب الله ويقول بأن الحزب ليس صحيحا أنه لم يدخل المعركة بعد وأنه ما يجري على الحدود نوع من التسخين أو التوتر أو التصعيد باتجاه الدخول بشكل أكبر وتوسعة الحدود ولكنه ربط ذلك أيضا بموضوعين هما كيف ستتصرف إسرائيل أو بمصار الأمور في الداخل في غزة بالتحديد وأيضا إذا ما كانت إسرائيل سترتكب أي تخطي للحدود على الحدود الشمالية وأيضا قوله بأن حذر إسرائيل من استهداف المدنيين اللبنانيين عندها لبنان أو عندها حزب الله سيتصرف بالمثل أي أنها إشارة أيضا هنا لابد إلى الإشارة إليها إلى أنه إشارة إلى أن حزب الله لا يزال بإطار الرد بالمثل على ما تقوم به إسرائيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر